حللنا أهلا ووطأنا سهلا عدنا والعود أحمد دائما نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذن سنتقاسم معكم اليوم بعض الأمور اللي أراها أنها يعني عند أهمية ولا بد أن نتقاسمها معكم أول شيء هو أن كان هناك لقاء اللي كان مرتقاب اللي كنت نقوله في فيديوهات ما رأي من شهر سبعة ونتنقول في هذا الشيء في الفيديوهات لأن شهر شنو تنبير سيكون هناك انفراج وغد يكون هناك يعني بداية يعني ديالك المأساسة ديال الحوار الاجتماعي اللي تمت هيكلته كما أشرته سابقا هيكلة ديالو تمت يعني المأساسة ديالو ديالو تمت يعني الآن قالي هم غير المناقشة ديال مناقشة ديال قانون الإضراب واليوم توصلت كذلك بهد الشيء اللي تضع عليه بأن الشغيل التعليمية لأول مرتين أنها أي نقابة مركزيا صدرت يعني أرقام هاتف جميع الفرح هالشي اللي شرنا لي احنا في الهيكالة في الهيكالة إذن الهيكالة ديال الحوار الاجتماعي يعني ولد هناك لجان عليا قيادية سموها اللجنة العلية القيادية هالصالدو بيغاسي أو ليطا ماجور ديال ديالنقابة ديال اللجنة العلية اللجنة العلية يعني القيادية التي هي اللي تتقود عن شي كل شي وتاني داروا لجان جهوية ولجان إقليمية بش يعني آآ هذك النزاعات وذك شي الخلافات وذك مظالم إلى آخره تتفك جهويا وإقليميا لمن بعد المسائل اللي ما تحلتش إقليميا وجهويا هي اللي ترفع يعني آآ مركزيا وأيضا المطالب اللي الميل الفات لإلى آخره تبنى إقليميا وجهويا لتتمشي مركزيا إذن الآن راك نسمعنا أنه كان هناك المناقش ديال القانون الإضراب اللي كان يعني منذ سنين هو في الرفوف يعني عفوا منذ سنين وهو في الرفوف وكانت فقط تلجأ له يعني الحكومة في بعض الأحيان والدولة من أجل تركيع النقابات إذن إذن تنشفوا بأن الاحتجاج الوقفات والإضرابات سيصير يعني غد تكون هناك يعني أتولي مؤطرة قانون وهو بداية الأسبوع الثاني من شهر شو تنبير يعني نهار يعني بداية من أسبوع الثاني يعني لدوز نقابة ديال الباترون المتين ديال الباترون والأمناء العامين ديال ديال المركزية النقابية باش غير تتامعوا إذن هذا حوار وطني حوار وطني إذن حوار جماعي وطني مركزي وغد يتمخد عليه يعني هناك هناك ثاني حوارات قطاعية هناك حوارات قطاعية هي غد تبدأ بعد الجولة الثانية إذن هذه الجولة اللي غد يتكون الآن لغد تنطلق في الأسبوع الثاني من شتنبير فهي الجولة الثانية لأن الجولة ديال 30 أبريل كانت هي الجولة الأولى عذروا جولات إذن هما رأى من 15 ماي كانوا بدأوا يقومون بالإعداد ديك سوال الجولة الأولى إذن هذه الجولة الثانية رأى من ماي بدأوا إعداد جدو الأعمال وكانت تذيك ساعة وزيرة المالية يعني التاقت مع الشركاء الاجتماعيين والفراقاء الاجتماعيين منهم النقابات إلى آثيره بش دارس آآ الإصلاح ديال صناديق تقاعد أو إعادة هيكلات صناديق تقاعد في قتبين عام وخاص وطافقوا على السيناريو اللي سيتم تنزيله يعني بداية من فاتح يناير 2023 غدا يبدأ يعني السيناريو الثاني رأى كان يبدأ في 2017 وجاء بالتدرج الآن رأى يكمل ودركها غدا يطلع 65 سنة ابتداء من فاتح يناير 2023 درام تفاهم على السيناريو لكن تقريبا أربع سيناريوات السيناريو اللي رأى هو اللي كانت داروه الإصلاح المقياسي المحد اللي يسموه الإصلاح البنكيراني الآن رأى غادي ديرو عادة لهيكالة في قتبين عام وخاص والسيناريو رأى مطافق عليه رأى دخلو ذاك شي الجدوى الأعمال إذن قبل كل شيء لابد أن يتم يعني التعديل ديال قانون ديال المعاشات المدنية سيفر 11 71 باش يولو جميع المتقاعدين تاهم يستفدون من جميع الزيادات التي يستفدون منها الأجراء لأنها لا يعقل هذا عيب عار وصمت عار على الجميع هذه الحكومات المتعاقبة على هذه الحكومات والنقابات وصمت عار عليكم اللي اتعفقتوا من حكومة تناوب 1996 وبديتوا تتزيدوا فقط في في الصالة اردوباز الراتب الأساس ما بقيتوا تتزيدوا فيه عفوا ولي تتزيدوا غير في التعويضات باش تقطعوا الطريق أمام المراجعة ديال المعاشات باش ميستردوش كأنهم مواطنين يعني مغاربة وجامع الدول العربية من أغناها إلى أفقارها دائما أول زيادة تتزيد تتدار مراجعة للمعاشات هم الأولين إلا في المغرب بلدنا الحبيب لهذا السياسيين ولا النقابيين لا يعني بالنسبة تتقعد صافره ما تيدفنوه تيتهنوه منه فلا يعقل أنه يكون هاد الامتيازات اللي غد يديرو وهاد الكوارث اللي غد يديرو في الإصلاح التاني حتى ندير لي شي فيديو ببعده ورا تقدرتها لي قبل را تقدرت ولي تخدم ربعين سنة موت التالية يلا هتجيب ستين في المية هادك شي هلاش غيد كين لامو غيديرو لاغو أسيرانس ديال يعني واحد تأمين تكميلي للتقاعد لاغو يعني أسيرانس دوغو تغيط غادي ديرو بيش ولي تكميلي عنا وممارة غايت نسلو من جوج غد تقول لها واحد ونص جوج هدي اللي دارو غد تكون حد السن جوج اللي دارو من الف المسبعة عش الآن في هات السنة الجديد راو اللي باغين يهبطوها الواحد ونص في المية والتقاعد النسوي باغين يهبطوه الواحد زيادة عن النسبة المئوية إلى آخير لغا تكون سبعين في المية إلى آخير هذيك تندروا لشي فيديو آخر ونشوفوا موريكم كيفاش يعني كيفاش غادي تآدوا هذو اللي غيجوا من هنا القدام هذيك شي علاش هما داروا ثلاثين سنة بالنسبة للتوظيف وما دون عباش يعني يكون لما موين حاسبين هما لما موين ديل التوظيف يكون خمسة وعشرين سنة باش تخدم ربعين سنة وتخرج على خمسة وستين سنة ما يخرجوك ما يتلقوك ما يبقى فيك ما يتشاف وفي آخر مطاف ما يبقى يزيدك لا في تقاعد لا يديك لا يخليك والأسف الشديد هذي الحكومات يعني وقت الانتخابات تنتخبو هذي الحكومات تنتخبو البرلمانيين تنتخبوهم كمتقاعدين عندنا أصوات رغم أن عند النقابات ما عندناش أصوات لأن ولينا متقاعدين ولكن هذي الحكومات والأحزاب وداخل البرلمان عندنا أصوات تنتخبوهم ورغم ذلك ما كنش واحد يحرك وساكينا لا نقابات ولا أحزاب ولا جمعيات ولا يبقى ولا يخليه كل واحد متبكل متاكل على واحد آخر يعني نضال بالوكالة ومن سبعة وتسعين ما عمرت زادت تودالش مراجعة ديالش ما عاشت إذن قبل ما غد صالحوا هذا الهم الكحل اللي انتو من بعد هذن بسرهم زياد هذ كي باش غادي كون التقاعد باش من انتهوش خاص مراجعة الجميع متقاعدين معاشات ديالهم كاملة كاملين وما تقولش ليا الضاريبة الضاريبة شغلكم هذيك اي واحد تشتكتر قلم ستلاف درهم خص الماشات لها شل هذيك رأى اللي قلم ستلاف درهم ما عندوش ضاريبة عند الدخل ديال ما غايت استافدوش دم المتديرو اعفاء ضاريبة ولا الدخل ضاريبة ولا الملك هل هذك هذيك 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 الناس اللي عندهم مشاعش هذيك هذيك استافدوش وهذيك اللي عندهم معاشات كبيرة تقول هما المستافدوش واخذكم ديرو العكس ديرو العكس بقوش تطريق لو علينا اذا اذا كما قلنا البرنامج ديال اصلاح الهم لحل ديال انطلاق الحوار الجماعي راد الحماية الجماعية الحماية الصحية القانون ديال الاستثمار اصلاح المنظومة التعليمية الصحية لهم لك كل شي هذا شي انا هذا الشي عاليش هو الاخنوش راك كان عارف هذا الشي وبنعليه يعني البرنامج الحكومي دياله اذا اذا وايضا الاصلاح ديال قانون الجبائي و ضريبي الى اخير وكي بزاف ديال الاوراش اللي غد تكون من بين التاني اذا كما قلنا ان الحوار الاجتماعي قاموا بالمأساسة دياله وقاموا بالهيكلة ديال الحوار الاجتماعي اذا الاضراء بغي يكون في الباي باي عندك شي حاجة سير شكي عند النقابة خاصك تمشي تشكي عند النقابة والنقابات هي اللي تحصر جميع اذو المطلب اذو الميل في المطلبي دياله اللي غد ديره تبني على هذو الشكايات وهذو النزاعات اللي تتكون اقليميان ثم جيهويان ثم ترفعه مركزيا اذا من هنا نعرج نعرج الى كما قلنا بالامس ان ذو الاقتطاعات ديال ازدي الذين فورد تعاقد او اطور الاكاديميات فالشرعية ديال الاقتطاع تستمدوها مناش من ان النقابات ماشي هي اللي تدعو الاضراب هذك الشي اللاش النقابات يعني بتواطئين مع المصالح الادارية تتقول لها خليك بعيد اما الان من الدار المأساسة النقابات ما بقعتش غدير شي اضراب ما بقعتش غدير شي اضراب ما بقعت غد يتساند حتى شي تنسيقية اي تنسيقية ما غيبقاش يعني يخدو يعني يعني يخدوها بعين الاعتبار تقول لك داب المركزيات الدار مرصد تاني دار مرصد وطاني دار 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 داك لجنة عليا لجنة عليا للقيادة والدار اللي جان اقليمية عندك شي حاجة تتمشي تشجل عند النقابات تبشي عند النقابات هما اللي تتتواصل معاهم مرح الهواتي داروهم مركزيا اول مرة تيعطوهم جميع الفورو ديالهم باش يكون وعندك اي حاجة رات تتتاصل بسواء اقليمية او جيويا باش تحل المشاكل ديالك ولا لعندك نزاع مع الادارة الى اخيرة هما اللي تتكلفوا هما اللي تديروا داك الميلة المطلابي بناء على النزاعات على الشكايات على الطعون الى اخيرة هذا الجديد اذا قلنا اطول الاكاديميات المشروع هي القانونية اللي تتستاند لها الدولة هي سليمة علاش لان تدخل النقابات ما تدعوش الى الاضراب وبالتالي فالاضراب ماشي اه يعني اضراب اه يعني حق مشروع ديالك حق مشروع اضراب حق المشروع اذا دعت له النقابات كمؤسسات دستورية معطرف بها وهي المخاطب الرصبي للمصالح الوزارية وتمثل يعني الشغيلة النشط لان انتخبتها فهي النقابات الاكتر تمتلية اللي تم انتخابها في انتخابات ديال 16 جوان 2022 اذا انتخلوا التنسيقية هي التي تدعو الى الاضراب الى الوقافات الى الاحتجاج بالتالي ما بني على باطل فهو باطل التنسيقية هي غير معترف بها ليست مخاطبة رسمية للوزارة ليست قانونية وبالتالي في هذا اضراب لدعت للتنسيقية فهو كذلك غير قانوني وباطل وماعيب ويحتسم وانه بغياب غير مبرر وتتبني الادارة على الاستبزار اللي تتقدم المعنيين بالامر وبناء عليتي كل مسائل استوفت الشروط ديالها بانه غياب غير مبرر وتيمسل المصالح ديال المالية وتيمسل ديال المالية قانونيا اما الاضراب لدعت للنقابة فهو تكون اضراب قانوني وحق مشروع دستوريا وبالتالي فلا يمكن للمصالح المالية او الوزارة ميمكنش لهم يقطع هذك ايام الاضراب التي تدعو لها النقابة اذا النقابة الان رولت الى جانب الوزارة وراهم وقعوا في اتفاق ديال 30 ابريل بان راك قد تكون هناك هدنة دائمة وغيكون هناك واحد تجاوب واحد تشارو واحد توافق وراهم دار الهيكالة كما قلت لجنة عليا للرقابة لجنة لجان جهوية واقليمية مرصد وطني واكاديمية قال لك للشغل للتكوين غيروا اكاديمية للتكوين في الشغل والتشغيل ومناخ الاعمال اذا مسائل ضبطها الاضراب غادي تقنن مدون الشغل غادي تغير الامور غادي تمشي كما تم تصطير لها وكما يعني تم التوافق حولها في خارط الطريق وكل الشيراء دين اذا اا افن اذا الامور تل هنا واضحة اذا نكتفي بها القدر بش تنديروا دا كنديروا شي غادي نطرق احد الخبر الآن نكمل لكم بالنسبة الاضراب بالنسبة الاضراب دولك بالنسبة الاضرابات اللي كانوا تقوموا بها اه اطور الاتاديميات تقولوا بانها هما بالنسبة لهم بانها تنسيقية غير غير قانونية وبالتالي في اضراب غير قانون غير مشروع وتي بنوا على الستفسار وتي قطعوك بانه ايام ديال الغياب غير مبرر ولكن الغريب في الامر ان الغياب غير مبرر عنده واحد للمدة زمنية محددة ومن بعد تدوز للمستارة اخرى هذا اللي ما تتبعوش الوزارة لانهم عارفين ما بغيين شي صاعدوا الى اخرى وعارفين بان هذك شي اللي ديرينه رامش من حقهم اصلا لانه النقابة هي اللي كانت خصت دخول للخط وتحلها للمشاكين القبل اما دولك الستسنين دير الاختطاعات دولك كانت الوزارة او الادارة بصفة عامة باش تضغط على الشغيلة على اذو اطور الاكاديميات ودفعهم باش ميبقوش ديروا الاضراب كانت يعني في البلاصة تتغيز لهم في البلاصة تقطعت عليهم وتتقطعت عليهم بمناسبات او غير مناسبات متى هماشية وتقطعت عليهم المبلغ كاملا في في نفس الشهر في نفس الشهر يعني انها متى ما تتبعش معهم القانون تتبعش معهم القانون لان القانون يعني يحدد عشرين في المية من القطيط خاص عشرين في المية فقط لتقطعت من تقطعتش المبلغ كامل هناك نشوفهم كنا واخد تكون تغيبتي تلتلاف الدرام تقطعوها لي مرة واحدة وهذاك مشيق عنوني لان خاص فقط اقطعت منه عشرين في المية هادشي اللي داروه دابا حدوها الاقتطاع في عشرين في المية من الاقتطاعات تم تحديدها توا رسلتها ولكنك تعارفها ولكن هم تتبعوها ما كانش تتبعوها علاش تيقول لك حناية هادكرة مشي داكة باش يضغطوا عليهم ولي الدراع الى اخيرا تزربوا عليهم وخاص مثلا احناية نعرف هادو او بالنسبة لالقتطاعات ديال الغياب غير مبرر خاص تتمسي واحد خاص يتقطع منه واحد المبلغ محدد ديال عشرين في المية حتى يكمل تيكمل هادك الابوزيسيون اللي من بعد دخلوا الجاوجة وقسمتها عشرين في المية وقسموها لحساب المونطن في الحالة ديالأطور الاكاديمية ما كانوش يطبقوا معهم القانون باش يضغطوا عليهم كان يعني المبلغ كاملا تيقطعوه مرة واحدة ويجيهم الاخر ويقطعوهم مرة واحدة وهذا فيه خرق للقانون لان مبلغ الاقتطاع حدد في عشرين في المية إذن الآن ننتظر تنزيل نظام الأساس الخاص بأطور الاكاديمية وسيتضيح جاليا يعني الأمور اللي يعني بشرة بها بن موسى وهي ديال الحلول المبتكرة اللي هي غد تكون فقط بالنسبة التوظيف بش ميبقوش يبيعوكم بيعوكم الهجل ولا يبقوا يبيعوكم الوهم كما بيعو لكم سخمس سنة فمن سابع المستحيلات أن بقول بقي تحلم بأن كينا وظيفة عمومية أو التوظيف في الوظيفة العمومية فالقرار قرار استراتيجي يعني استياسة ديال الدولة لغادي نحو الحكم الداتي نحو يعني الجهوية الموسعة أو المتقدمة وبالتالي فجميع التوظيفات مستقبلا سماشي غير بالتعليم ناهيك عن الضغط اللي تتمارسوا صندوق النقد الدولي والمؤسسات المانحة بأن ما يبقاوش يوظفوا نهائيا هذا الشيء لماذا كانوا تغبروا تغبروا هذا التوظيف تماسكو باش بالمعدات تديرو نفقات اخرتين باش ميبنش في السيستيم بأن ركينا هناك نفقات يعني كانت توظيفات ديال موظفين جدود الى اخيره وتيستنزفوا واحدة الكتلة اجرية كبيرة تتمشي للموظفين هذا النفقات تتخرج بالنسبة لكب مو الى اخيره كنفقات مختلفة تحول الى وزارة تربية الوطنية وزارة تربية الوطنية تحول الى الاكاديميات التي تحول بدورها تحول هذه النفقات الخاصة بأطول الاكاديميات الى مناصب مالية خاصة بأطول الاكاديميات تابعة الخازينة الامل جهوية يعني جهوية تحدث لهم مناصب مالية جهوية هذه مسألة لا تناقش وبحل الجماعات بحل هذك الموظفين ديال الجماعات نفس الشي غد يقول يعني التمر عندهم مديرية تابعة الداخلية ولكن الامر بالصرف ديالهم هو رئيس الجهة الى اخيرة وتتخلص من دك نفس الشي غد تقول معاكم هذك شلي غد يقول مستقبل اذا لما تبقى وتعيير رسكم وتعرض رسكم لذاك هذي شلي غد يقول فقط هذو اللي يكون توظيف جهوية والمناصب مالية تحدث جهويا لأطور الاكاديمية اذا كان واحد المراحضة اخرى ديال لسير تيفيك بالنسبة للجدود انا غد اتطرق لها في فيديو اخر ان هذا طويل يلا تبارك الله عليكم متنسوش تدعمونا باللايك وبإعجاب وبالجيم والبرتاج حتى تدعموا هذه القناة المتواضعة وتقطعوا الطريقة امام اللي بركهم ها حذين القناة وسينيالو سينيالي يا سينيالي قصير شري سينيال يلا تبارك الله عليكم ونشوفكم فيديو اخر امان الله